السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده كده عبارة عن الدرس الثاني الجزء الثاني من تصميم جهاز الويلدر اس 600 ده كده تقريبا نحن في الجزء الاول اللي انتهنا من المودلينج خلصنا تقريبا 5% البقى اننا نضيف سواء كان في ال front view او في ال back view ثم بعد ذلك نضيف تيكشيرز والماتيريالز ده اهم جزء الناس اللي بتشتغل substance center ان شاء الله الموضوع يكون اسهل اليوم لكن احنا نشتغل ان شاء الله با بلندر وفوضشوب ان شاء الله اضافة الماتيريالز و تيكشير ان شاء الله ان شاء الله اي تعقدات بالنسبة احنا احنا اولا اضفنا مراجب اصلا اضفنا ال reference اشتغلنا في side view ثم بعد ذلك في front view او اصحي يعني ان ال back view اشتغلنا على هذا ال reference باس كان يكون عندنا المقاسات في الاول كان نضيفنا ال guide ال block اللي هو هذا ال guide في ال reference اللي هو هذا ال guide واشتغلنا على اساس الابعاد واشتغلنا على اساس الابعاد طول ده تقريبا اقول ان متر مش موضح فيه لو شفنا اللوبسايت مش موضح في ال website الطول لكن افترضنا ان الطول ده كده 2 متر تقريبا يعني هو من متر زمين سنط إلى 2 متر بعد كده طبعا صممنا سواء جزء العلوي طبعا ال subduion surface سيكون افضل في هذه الحالة ممكن يحتاج بعض ال loop cuts هنا وضفنا بعد كده ال base ثم بال boolean tool في بعض ال holes هنا في بعض التفاصيل طبعا نضيف اولا ال back view في الصور طبعا لو بحثنا في اي search engine عن Lincoln Wilder SD600 هو هذا الجهاز تقريبا فيه رفلس كثير طبعا حملت فيديو من على اليوتيوب ويوضح التفاصيل اكتر ده كده احد الفيديوهات الفيديو ده ويوضح الافضل التفاصيل عن curb في هنا اللي هو تفاصيله كده فوق الباب احنا هي من الاكستيريور لو فيه وقت ان شاء الله ممكن نشتغل الانتيريور لكن الانتيريور لم يفوش اي زيادات عن اللي موجود لو في رفرانس كافية ممكن نشتغل الانتيريور هو افضل طبعا لو الجهاز عندنا لكن الجهاز مش متاح عندنا لكن الافضل طبعا الfront view هنشتغل فيه ان شاء الله ما نعرفش هنشتغل المدة تكون ساعتين ثلاثة ممكن ده كده يعني ما اشتغلنش على قبل كده ده كده اعتبر live session فممكن ياخد ساعتين ثلاثة الله اعلم بحيث نوصل لنفس النتيجة دي ان شاء الله طيب هو طبعا الوبسايت نفسه ووبسايت اللي هو link colon اتقرب من دي الشركة موجود في كل موجود في بديف كل الاسبكس لهذه الماكينة طيب على برقة اللي هنبدأ ال back view طيب مبدأ عنده كده ال back view ممكن هسيب صور بحيث الناس تتدرب على هذا المشروع الصور لكل الجهاز ده في وصف هذا الفيديو طبعا الجوزة ده مجانة تماما غير الكورس الموجودة على اودومي او كورس الموجودة على سكيلشير طيب هنبدأ ان شاء الله ال back view ده كده ال front تمام وده ال back زي موجود في ال front زي موجود في ال front space هنضيف هنا ال space بارده في نفس الوضع هنضيف space هنا اولا ولكن لو في لقط هنا عشان سواء سواء هنجل غيص بني surface عشان يكون اسرع تمام ام طريق التحديد هنحدد كل ال faces على الحرف بعض الناس بتسميها الرم تمام اعتقد نختار كل faces تمام جدا ال root كلام سليم جدا بعد كده اكسترود في هاتر اتجاعة نفترض نلغي faces نلغي faces نلغيها extrude في هاتر اتجاعة كده مثل جدا حتى الان لو فعلنا الصبت بين surface طيب هنضيف هنا شوية loop cut هنضيف هنا loop cut و هنضيف هنا loop cut بعد ذاك بقى تفصيلة الجزء الداخلي فيه حاجة ممكن نشتغل عليه هو مبدئيا الجزء ده كده متفصل جاهز مش هنحتاج غير اننا كان في فكرة ان انا افصل ده كده احذف الجزء ده و اشتغل على من البداية دي فكرة برضو لكن خلينا نضيف الاول loop cut و scale x صف g x هكذا scale x 0 g x حسنا 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 نحتاج انها تكون متساوية نبدأ من فوق حتى حسنا حسنا نبدأ من الاعلى الاسفل و اشتغل من هنا كده حسنا حسنا ممكن نضيف و لكن لوكاتس نضيف لكم 8 و ننسب ام لا هنضيف و لكن 6 ثم ctrl b طيب بعد ذلك هنختار كل faces هذه faces x ايش عايزة ام تماما بدل من ان نحزفهم نعملهم نعمل ctrl g y 0 0 x faces ممتاز جدا هنختار ثلاثة و نسيب مربع ثلاثة و نسيب مربع مربع ثلاثة و نسيب مربع ثلاثة و نسيب مربع طيب هنختار شكر دي select هنختار كل مربع ثلاثة هنقرب شكر دي select اسرع select شكر دي select طيب هنختار دي select ثلاثة هنختار ثلاثة و نعد واحد 2. 1. 3. 3. 1. 3. 3. يعني ثلاثة. تمام. اعدادة انا تثبت على الكل ايه? جي واي. جي واي بوينت او تو. اكس فاسس. نختار. كل الفاسس ديت. سليكت شكر دي سليكت. سليكت شكر دي سليكت. نقرب هنا كده. سليكت شكر دي سليكت. تمام واحدة الثلاثة انا هزف فايزة ممتاز هكذا. تمام واحدة. تمام واحدة. تمام واحدة. إي بوينت أوتو جي وي بوينت أوتو إكس فيسس نفس الوضع احنا نختار الفيسس هذي سيليكت الشيكر دي سيليكت واحدة ثلاثة نختار كل الفيسس سيليكت الشيكر دي سيليكت أسرع سيليكت الشيكر دي سيليكت واحدة ثلاثة في حاجة نص سيليكت 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 طيب هوا الوقت هنكمل نفس اللي عملنا في الصف واحد نكمله جميع الصفوف هنقف الفيديو وبالما اختار كل الصفوف هكذا زي موجود حاليا هي الجريد ديت كنا نكون نبدأها بطريقة تانية أسهل لكن أيا كان سيليكت الشيكر دي سيليكت طيب هم حاجة ضفنا الجريد ضفنا الهولز باقي عندنا بعض التفاصيل هنا هنضف هنا ونختار ولكن اي فيرتكس ولكن هذه الفيرتكس ونضيف سيلندر ولكن 16 دعنا نقول عشرين الراديس بوينت وان هنا برضو بوينت وان ركس مينتي ديجريز سكيل و سكيل في الواي بوينت فور سكيل في الواي انست كونترول ار سبجان سيرفس طيب اولا اولا ممكن نقرر الكلام ده shift دي او alt دي اين كان لكن في طريقة افضل الري هو تهاي هم ثلاثة صفر هندف بس apply rotation في الزد relative relative تمام في هذا الاتجاه دي كده طريقة نون ديستراكتب بحيث ممكن نعمل scale هكذا ازاي نقوم للمنحة تانية عن طريق المرور تمام جدا عن طريق المرور ممكن نختار الشكل ده طيب كده ممتاز جدا اي تاني اللي نوقصنا طيب هنا اشتريت كده باللون احمر فوق هنا كده نكون نضيفه يعني هنا كده مثلا اشتريت ده ممكن بنضيفه الشيدر لكن خلينا نختار الجزء ده كده في الفيسز هذا الجزء شيفت دي شيفت دي سيبرت في سيليكشن اسكيل اكس سوف سنضيف بس هذا الجزء طيب سنضيف البيفل طبعا خلي نقول البيفل أقلي من سنتي خلي نقول نقوم بس هذا الجزء سنضيف البيفل 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 نضيفه بعد ذلك نضيفه بعد ذلك نعمل الجزء ماهو الجزء سنقوم بعمل نضيفه نجد نضيفه 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 طيب هو مبدئيا الجزء اللي تحت ده كده من هنا لحنا امرور في ال اكس الا انقطة اندول فاحنا نضيف هنعمل الموديل الجزء ده ننقله عن طريق الموديفير نعمل ابلاي الجزء ده نحلف دهرتين نشتغل على التفاصيل دي او ممكن من بداية يشتغل على حدة لكن هيكون هنستغلق وقت اكتر ده طبعا اللي اوف تقريبا طيب الجزء اللي فوق مفهوش ميرور نشتغل المانوال عادي كل تفصيلة بالنسبة لخطوط الحامرة دي كلها ان شاء الله نضيفها بعد كده في الفوتشوب اه اه لو شفنا الفيديو اده كده الجزء نفس الصورة هي دي الجزء ده على الطبيعة اه طيب اعتقد ان الجزء ده اه للداخل اه كنت اعتقد ان الداشبور دي كلها مستواحد لكن مش مستواحد تمام تمام جدا طيب هنفكر وقف طريقة اننا اه اولا انا اضغط كنترول سيف واسايف على مواف جديد اه اه اضغط كنترول واحد انا كده في الباك فيو نفترض في الوكا نفترض ان اذهب لباك فيو هاي زراندي التفاصيل دي كلها طيب اه اه دي الگايد ظاهر دعنا نختار الگايد وننقله لالتراش فانا هاختر كل الفيسز ديت هاختر كل هذه الفيسز الفيسز هننحرك شوية في الواي حيث يكون عندنا مساحة او سيبرت باي سيليكشن من الجزء ده للتراش او نسميه هنسميه اللي يكون فرونت مين فرونت ديليتد ديليتد ثم ننقله التراش كان ممتاز جدا هنبدأ با نذهب الى او نختار هذا الجزء نختار هذا الجزء نضع هذا الجزء الاخضة على plane من طيب انخفي ده مؤقتا كده هنشتغل نشتغل بعض تفاصيل طيب نبدئيا هنقولنا انه نشتغل على الفرنت فيو او نشتغل على الميرون قبل كده قبل ما نعمل نقطة ديت اخفي بس حيث الشكل يكون منتظم انا اختار ده وهذا فهل ينقل هل ينقل هذا الجزء و بالميرون مدفاير انطريق جزء نضيف التفاصيل لنضيف التفاصيل نضيف التفاصيل نضيف التفاصيل نضيف التفاصيل نضيف التفاصيل فئة ثاني اظن ان هذا كله تبع الديزين طيب هو في الرفرنس حاليا خلاني هذا كله تبع الديزين لكي نتشت تتش هذا هذا ست أرجين 2 ست أرجين 2 هنا أرجين 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 2 3D أرجين أرجين 3D أرجين 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 أتوقع هذا الجزء التفصيل أرجين أضيف بلين سوف نضيف بلين ثاني في نفس المكان بلين و بلين بلين سوف نضيف بلين 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 و هنا بلين و هنا بلين و هنا بلين بلين ممتاز جدا بلين بلين نضيف بلين هنا وان تو سري تقريبا ستة فأمضيفين أولي أكون ستة كونترول بي ستة كونترول بي ونختار الفاسز هذه ممكن نختار هذا الفاسز من تو سري اكسترود لهذه النقطة ثم اكسترود طيب ممتاز جدا جدا بنسبة لهذه النقطة كنا ممكن هل في مرور تمام اكسترود وهنحرك الـ نختار هذه الـ نكون بتحركها في الوغي هكذا هكذا اما حزف هذا الفاسز الثاني ممكن تمام تمام جدا جدا جي في الوغي هكذا هم في هنا نضيف الوغي الوغي وهنا الوغي 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 هكذا الوغي الوغي هكذا نختار مثل ثلاثة فاسز و اكسترود سوف نضيف التفاصيل هنا لكي نرى في الفيديو اول تفاصيل هنا نضيف التفاصيل ممتاز جدا نضيف هنا لكي نختار نضيف التفاصيل ثم نختار نضيف التفاصيل نضيف التفاصيل نضيف التفاصيل ثم نضيف سفير نضيف سفير نضيف التفاصيل سوف نضيف التفاصيل و هنا 10 يجب عليكم في الfront view روتاشن سفير كذا هنا هنا البرتكس ثم بعد ذلك اتنبغي البرتكس ها هنا ايضا طيب اختار هذه البرتكس ونضيف هنا كده اختار في الزد في الزد في البرتكس ممتاز جدا اكسترود في الزد اختار 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 بعد اختار بعد اختار 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 ctrl l shift d or 90 degrees ctrl l shift d ctrl l, ctrl l, ctrl l, ctrl l ctrl l, 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 ctrl l سوف نختار هذه و هذه و سوف نختار في هذا الاتجاه سوف نختار لأن تتميز رائع سوف أدائنا سوف نغالق سوف نغالق سوف نبال عبر عن كيوب فشفت اس كورسرت سليكتد هنضيف كيوب سكيل هكذا سكيل في الزد اكسز ثم ثم بعد ذلك سكيل في الزد اكسز احسن داخل المثال سنتمتر سوف نقوم بإضافة خمسة على ثلاثة سوف نقوم بإضافة لأنه يكون هنا لونين نفس هذا البطن سوف نقوم بإضافة كل شيء من البداية لكي يكون منظم شفت د و اكس أعتقد أن هذا الموضوع لا يوجد أي صعوبة سوف نقوم بإضافة جزء واحد سوف نقوم بإضافة خمسة سوف نقوم بإضافة خمسة نقوم بإضافة خمسة سوف نقوم بإضافة خمسة سوف نقوم بإضافة تمام ثم ثم بعد ذلك في عندنا خمس هولز فشفت اس كورسر سليكتد سنضيف اول اول هول سلندر 20 تمام لا يوجد مشكلة سنختار هولز فشفت اس كورسر سليكتد هذه يعني تمام كل مرة تقريبا سنقرن Limater هذه فشفت اس كورسر بيث يوجد مشكلة سنقوم بتجزيز 5 مرات فشفت اس كورسر دفع فشفت اس كورسر سليكتد فشفت اس كورسر سليكتد وفشفت دي ر فشفت د ر كل القطار ستكون مهمة كنترل ج نقوم بطريقة البولين أحرك في وي أريد أن أضيف السابين سيرفيس أتهم بولين 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 سيكون واحد و واحد يعني أتهمى بعد ذلك بولين بولين كاتر سيكون ساب ملف حيث لا حصل أي crash مهز يعني شغال 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 و طيب الكاتر أريد أن نحرك شوية في الوي هكذا أموف للتراش لا يوجد أدنى لا يوجد أدنى خلال أن نختار التراش ثاني نجعل هذا كده نختار نزود أي أين كان فلات موف تراش ما حصل هنا سأقرره ثلاث مرات هذا نفس الموضوع ولكن الهول يجب أن يختلف هنا بطن كيوب لا يوجد مشكلة أعتقد نحن فين دلوقتي نحن كده في الداشبورد طيب نبدأ نحن نفصل إلى محاولة كويسة فإن شاء الله نكمل الموديل الجوي التكتشرينج في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر